فاروق اتفضل الكلمة اليك ثانية تبقى مرحلة الدورة المجمعة الأولى والدورة المجمعة الثانية كانت خطوة مهمة جدا لفريق الأهلي النهاردة الفوز على فريق السموحة أنا بينضميلي في هذه الأسناء الكابتن أشرف عواض المدارب العام لفريق النادرال عشان نتكلم بشكل أكثر على المباراة كابتن أشرف برحب بحضرتك على شاشة تقونات النادرالي تحيات الكابتن هيسم السعيد تحيات كل مشاهدين مشاهدون متابعة شاشة تقونات النادرالي في كل مكان مباراة مهمة النهاردة فوز مهم في البدايات على فريق سموحة بنتيجة كبيرة 36-16 سلام كابتن هيسم طبعا الحمد لله ده الأول مباراة بعد التوقف في الفترة الكبيرة من يوم 29-11 الحمد لله ربنا وفاقنا النهاردة وإذن فرقة تقدي بشكل كويس وربنا كرم إن شاء الله في الماتش وإن شاء الله جاي أفضل عندنا يوم الخميس نادي سبورتينج ماتش مهم بباردك وعندنا بعد كده مباراة متطالية فيه تجهزات خطوة بخطوة بعد جهاز الفني كله والربنا وفاقنا إن شاء الله دائما يا كابتن أشرف بعد فترات التوقف بيبقى التركيز على شقين الشق البدني وده كان واضح أن لعبة النادي الأهلي بدنيا مستعد لهذا اللقاء أيضا التحضير النفسي للمباراة اشتغلته لعليز إزاي والكابتن طريق محروز تشغل على هذا الأمر إزاي هو طبعا كابتن طريق محروز أنا شغلنا في الجانب البدني طبعا الفترة اللي فاتت كان المجموعة اللي هي ما كانش معنا في المنتخب كان في مجموعة في المنتخب ودرنا أننا حنوفق بين الشق البدني اللعبت المنتخب ولعبت النادي الموجودين وكملنا طبعا مع بعض والحمد لله ربنا فرقة وقفة على رجليها يعني لسه بدئين فترة المباريات خطوة بخطوة لدينا بردك شوية إصابات ربنا نوفقنا إن شاء الله واللعبة بيت اللعبة تكمل ويكون إن شاء الله خير بإذن الله أنا عجبني الروح ودائما بقول في النادي الآلي إن الروح دي هي بتبقى أساس البطولة روح عبد الرحمن حميد وهو بيتكلم على الكابتن أشرف عوض حميد الأول عايز تقول ليه للكابتن أشرف حوض لا كابتن أشرف ده والله أسطورة طبعا حاجة كبيرة جدا لنا إنه هو ينضم معنا فترة الفتت وطبعا مجهود وبين معنا عطول وبشكره عفوضة فترة وإن شاء الله نحقق حاجة كويسة مع بعض كلنا النادي الآهلي الطيار عبد الرحمن حميد الروح والأمور اللي بنتكلم عليها الطيار موجود وحميد موجود أي فرد موجود داخل النادي الآهلي الجميع عنده الهدف وهو دايما الانتصار لنادي الآهلي طبعا زي ما أنت بتقول أي واحد فينا احنا التلاتة طه أنا عصام الروح بنا كويسة جدا نروح بين الفرق وكلها كويسة أي واحد فينا بيالعب زي ما أنت وتقول فعلا كلنا رأي يعني إحنا الاثنين معاه وربنا وفانا فترة الجاية إن شاء الله وإحنا تعطي أن نقدر نشير الفرق عاش تقول إيه لحميد وحميد واحد من أبناء النادي الآهلي وإنتوا دايما دايما بنقولي أن الفريق المستقبل في النادي الآهلي فريق كورتالياد ودفعته بعدك كبير جدا من اللعبة الصغار أنا أعود أقول لك حميد من أنا عارفه من أيام ما كان في البراعن في مدينة مصر حميد طبعا جنع المستوى عالي طبعا هو وعصام وطه تماما للفترة اللي جاية إنه هو يوفقهم هم التلاتة التلاتة حراس مرمى عليين جدا ربنا يكرمنا إن شاء الله الفترة اللي جاية وشدوا حلهم يعني كابتن أشرف يعني أيضا أنا هينضمننا محمد عصام الطيار وإحنا بنتكلم على الروح اللي موجودة ما بين اللعبين لكن من النقاط المهمة اللي انتوا لقبتوا عليها الفترة اللي فاتت الدفع بعادة كبير جدا من اللعب الصغار ودائما بنوه الفريق اللي قد في النهد الأهل هو فريق للمستابع هي دي الهدف بتاعنا اللي احنا نعد لعبها صغيرة في الفترة اللي جاية وكلهم كابتن طبعا بيديهم أكبر فرص إنهم يبقوا موجودين في المباراة بدلين نهاردة لابن أسكتيري يعني حمايد لعب الشهوة الأهواني فيك مهاف 2003 في لشرين في ياسر مجموعة كبيرة طبعا موجودة التي تتمثل في خبرات في مصر وإسلام وفيصر وبيت المجموعة كلها طبعا فيه طبعا أهم حاجة للعمل بدل دي ما قلت لك والعمل النفسي للفريد أهم حاجة زائد الروح الكويسة اللي بدل اللعبها دي اللي احنا نحاول نعمل عليها الفترة اللي جاية بإذن الله شكرا كابتن أشرف والتوفيف المباراة شكرا كابتن حمايد ودائما موفقين بإذن الله شكرا شكرا